المسائية من الميادين وفي عنوين ملفها لهذه الليلة تظاهرات ضخمة تأييدا للنظام في إيران رد حازم من الشعب الإيراني على القوى الخارجية التي حرضت ودعمت هل حسم الإيرانيون جولة المواجهة الجديدة دور أمريكي وإسرائيلي علني بتحريك الأدوات في الداخل ومشاركة من دول خليجية انطلاقا من كردستان العراق لهذه الأسباب كان الرد العسكري لحرس الثورة على الحدود فشل أمريكي في استغلال أعمال الشغب للضغط على طهران في المفاوضات النووية فهل تخضع واشنطن للوقائع الجديدة قال الشعب الإيراني كلمته الملايين خرجوا في تظاهرات ضخمة في طهران ومدن إيرانية تأييدا للثورة والجمهورية والقيادة والبلاد هي إعلان شعبي عن الخيارات بأن الإيرانيين بغالبيتهم الساحقة يرفضون أعمال الشغب والفوضى وتدمير الممتلكات العامة وتخريب مصادر رزق الناس هي رسالة للخارج وبشكل مباشر لأمريكا وإسرائيل بأن التدخل العلني في دعم الشغب والتحريد عليه لن يحقق أي من الأهداف هي موقف من الإيرانيين للدول الخليجية والغربية التي ساعدت في الاحتجاجات الأخيرة وتعاونت في إدارة بعض التحركات من مناطق في كردستان العراق بأن الأغلبية في إيران ستواجه خططهم خطط كانت عنوان المؤامرة التي تمكنت الأجهزة الإيرانية من كشف تفاصيلها وارتباطها الخارجي وعليه كان الرد العسكري من حرس الثورة بقصف مواقع لمجموعات مسلحة على الحدود مع كردستان العراق خطط للتخريب من الداخل حاولت واشنطن استغلالها للضغط على إيران في المفاوضات حول الاتفاق النووي وفشلت فهل تعود واشنطن إلى طويلة الحوار بعد أن استنفدت كل الخيارات ولم يعد أمامها بحسب حسين أمير عبد اللهيان للوصول إلى اتفاق سوى أن تحسن النيات هذا الملك مشاهدين نناقشه مع ضيوفنا من طهران رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيكا الدكتور عماد أبشناس من بغداد رئيس مركز أفق للتحليل السياسي جمعة العطواني ومن واشنطن الخبير في الشؤون الأمريكية سعيد عريقات أهلا بكم جميعا ضيوفنا في مسائية الليلة وقبل أن نبدأ معكم هذا النقاش إذا مشاهدين طهران ومدن ومحافظات إيرانية شهدت مسيرات مليونية رفضا لأعمال الشغب وإهانة المقدسات ودعما لنظام الجمهورية الإسلامية والمشاركون رفعوا شعارات الموت لإسرائيل وأمريكا وطالبوا بمحاسبة المتورطين في أعمال العنف مالك عابدة لا صوت يعلو فوق إرادة الشعب فالحضور هنا بحد ذاته رسالة شديدة لهجة يصر الإيرانيون على إصالها إلى المخربين وداعمهم خارج البلاد هذا هو المشهد في كل مكان من إيران الحشود من المواطنين تندد بأعمال الشغب والعنف وإهانة المقدسات وتطلق شعارات تطالب أجهزة الأمن بقمع المخربين وإيقافهم عن زعزعة الأمن المخربون والمشاركون في افتعال الفوضى يلعبون في ساحة العداء وعلى قوات الأمن التعامل معهم بشكل حازم لن ينجح العدو في تدمير بلادنا أبدا فجميع مؤامراته الفاشلة جعلتنا أكثر عقيدة وشجاعة من قبل هكذا يثبت الإيرانيون مرة أخرى تمسكهم بنبذ العنف والفتن فيقطعون الطريق أمام مشاريع الأعداء لضرب الاستقرار في بلادهم الشعب الإيراني واع وذكي ولن يسمح لأحد بالاعتداء على هذا النظام فهو خط أحمر بالنسبة لنا والجميع هنا جاء لدعم الشرطة وقوات الأمن أتوجه إلى الدول التي تدعم المخربين والفوضى وأقول لها عهدا منا سنبقى خلف ثورتنا ونظامنا وقائدنا حتى آخر قطرة دماء في عروقنا إذن عبر هذه المسيرات يأمل المشاركون تهدئة الأوضاع والعبور بالبلاد من أزمة تهدد الأمن القومي الإيراني لا يمكن مشاهدة هذه المسيرات الحاشدة على شاشات تلفزة المعادية لإيران في المنطقة والغرب فهي لا تخدم أهدافها الحالمة بإسقاط النظام في إيران منذ عقود كما أنها تكشف أكاذيبها وتظهر حقيقة الدعم الشعبي للنظام في البلاد مالك عابدة طهران المياد إذن المشهد اليوم في إيران دكتور عماد أبشناس أكبر من أي تعبير الصورة لوحدها تتكلم إذا صح التعبير في مختلف المدن الإيرانية والشعار الأبرز مارك بار إسرائيل مارك بار أمريكا أي رسالة وجهها الشعب الإيراني اليوم لمن حاول زعزعة الاستقرار في البلاد التحية لك عبد الرحمن والتحية للضيفة العزاء والمشاهدين الكرام دعني أفسر الوضع الموجود ولماذا نزل الشعب الإيراني اليوم إلى الشوارع في هذه التظاهرات الضخمة في الواقع ما حصل للفتاة محسى أميني أزعج كل الإيرانيين يعني ليس هناك أي إيراني لم يكن يحس بالتعاطف مع ما حصل لها ووصل الأمر حتى إلى أن الرئيس الجمهورية اتصل بوالد محسى أميني وعزاه وعزاه بمتابعة الموضوع نفس الشيء بالنسبة لرئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية يعني الجميع أبدو تعاطفهم مع عائلة محسى أميني وطبعا كان البعض منزعجون لدرجة أنهم نزلوا إلى الشارع لكي يصرخوا أنهم منزعجون بالنسبة للقوة الأمنية في إيران عمليا هي وظيفة حماية الأموال العامة يعني على الرغم من أن الذين نزلوا إلى الشارع وحتى هتفوا في شعارات لربما حتى بعضهم هتفوا شعارات ضد النظام وغيره ولكن الأجهزة الأمنية لم تتعاطى معهم حتى بدأ البعض بالتعدي على الأموال العامة والتعدي على الشرطة والتعدي على المصالح العامة في الواقع وهنا النقطة المفصلية إذا ما أردنا أن نقول أنه بعد أن رأوا أن الشرطة والأجهزة الأمنية لا تقوم بالتصدم مع الذين يبدون رأيهم في موضوع محسن أميني حاولوا تحريك الشرطة لأنهم يعلمون أنه إذا ما هاجموا الأموال العامة والمصالح العامة أو هاجموا الشرطة أو هاجموا مثلا سيارات الإسعاف أو البصات أو غيرها من المصالح العامة أو أموال الناس تضطر الشرطة أن تتدخل يعني الشرطة لا تستطيع أن تقف وتتفرج عليهم وهؤلاء كانوا مندسين من الخارج يعني عمليا كانت هناك تعليمات لهؤلاء باستغلال أي ظرف يحصل يعني إيران أستاذ عماد تريد أن تقول بأنها تعرضت للمؤامرة خارجية وجاء الرد اليوم بهذه التحركات الحاشدة والضخمة جدا نعم هم يحضرون لهكذا مؤامرة منذ متى طويلة ينتظرون اللحظة المناسبة واليوم حصلوا على اللحظة المناسبة لكي يقوم عملائهم بهذه التصرفات والهدف من هذه التصرفات يعني هو زعزعة الأمن في إيران وإثارة الفتنة في إيران يعني عندما يقومون بمهاجمة الشرطة وبعدهم من جهة أخرى يقومون بمهاجمة المتظاهرين ويقولون أن هؤلاء من الشرطة ولكنهم بزي مدني هجاموكم لكي يزيدوا من التصادم بين الناس والشرطة وأجهزة الأمنية من جهة أخرى يقومون بالترويج على مهاجمة الشرطة يعني أنت إذا ما تنظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي يتم عمليا هذه وسائل التواصل الاجتماعي اليوم يسيطر عليها مجموعات إرهابية تعمل في أوروبا خاصة في ألبانيا من منظمة مجهدي خلق تدفع السعودية لهم الأموال أنا أقولها بصراحة دكتور عماد أنا سأتحدث عن الموضوع الخارجي بشكل مفصل في المحور الثاني هؤلاء يقومون بالترويج على مهاجمة الشرطة بالترويج على تخريب المصالح العامة حتى بتعليمهم كيف يستخدمون الأسلحة كيف يستخدمون السكين كيف يستخدمون يعني أنت إذا ما نظرت إلى الأفلام ترى أن مثلا أحد من هؤلاء المتظاهرين يقوم بالدبح أحد زباط الشرطة بشكل محترف جدا دكتور عماد أريد منك بثواني لو سمحتك هذا الشخص ليس شخصا عاديا سأعود إلى هذه التفاصيل سريعا لو سمحت لأنه يجب أن أذهب إلى بقية الضيوف معنا في المسائية رسالة اليوم من خلال هذه التحركات والشعارات التي رفعت واضحة كما ذكرنا في البداية الموت لإسرائيل أو الموت لأمريكا نعم الموت لهؤلاء لأنهم هم الذين يريدون افتعال هذه الأزمة يريدون جرجرة إيران إلى مشاكل داخلية يريدون أن يفتعلوا حربا داخلية في إيران يريدون أن يخربوا الأجهزة الأمنية إيران تفتخر بأن الأمن في البلاد هو مستتب واليوم هم يستهدفون الأجهزة الأمنية خاصة الشرطة التي تقوم بتأمين الأمن هم يريدون استهداف الشرطة لأنه إذا لا يكون أمن هنا في إيران تقسر إيران كل شيء على كل حال أيضا في هذا المشهد الذي رأيناه اليوم أستاذ جمعة العطواني أمر لافت لا يمكن إلا أن نتحدث عنه وهو موضوع طريقة تعاطي بعض وسائل الإعلام مع هذه التحركات الكبيرة التي حصلت اليوم بالرغم من هذا المشهد الكبير الذي رأيناه وجدنا أن نفس وسائل الإعلام التي كانت تستغل أي فيديو يصور لها من الداخل الإيراني ولو كانت تجمع خمسة أشخاص فقط وتتحدث وتفتح الهواء وتغطيات مباشرة عن هذا الموضوع تجاهلت كليا هذه التحركات الكبيرة اليوم على امتداد المساحة الجغرافية في إيران التي تقدر بأكثر من مليون وستمائة ألف كيلو متر مربع كيف يمكن قراءة هذه الازدواجية أيضا بالتعاطي مع ما يحصل في إيران بسم الله الرحمن الرحيم تحية لحضرتك سعبد الرحمن وضيفيك الكريمين ومشاهدي قناة المنادين الأفاضل لا يمكن لنا أن نفكك ما بين مواقف الجهات الداعمة للحالات الأرهابية وما حصل من عمليات قتل وانتهاك لكرامة الإنسان المسلم في داخل إيران وما بين وسائل الإعلام الداعمة لها من قبل تلك الدول تحديدا وبالتأكيد هذا الإعلام هو الإعلام محرج الآن في داخل إيران على اعتبار أن أتذكر مقولة للسيد الإمام الخميني قدس الله نفسه يقول الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى اليوم أمريكا وإسرائيل وبعض الدول الخليج أسقطت نفسها بنفسها من خلال أنه في الظاهر عندما دعمت هذه الجماعات حاولت أن تسوقها على أنها جماعات رافضة للنظام السياسي لكن ما قامت به الجماعات لا يعني بالضرورة أنها رافضة للنظام السياسي في إيران بقدر ما أنها رافضة لثوابة الإسلام رافضة لهوية الشعب الإيراني رافضة لقيم الشعب الإيراني ولهذا عندما حصلت ردة فعل حصلت من قبل جميع أبناء الشعب العراقي الإيراني عفوا لماذا؟ لأن الشعب الإيراني شعب مسلم شعب لديه هوية يدافع عنها منذ أكثر من أربعين عاما عاما وكل الجهات أمريكية إسرائيلية إنما تستهدف قيم الشعب الإيراني وهذا بالتأكيد أعطى فرصة حتى للنظام السياسي في إيران أن يقول للشعب الإيراني هأم إلى هذه الجماعات هي لا تستهدف النظام الإيراني لأن هناك أزمة اقتصادية أزمة خدمات وإنما هو صراع عقائدي صراع فكري صراع ثقافي ما بين إيران بشعبها بنظامها السياسي وما بين أمريكا والجماعات التي تمثل سقط المتاع في داخل إيران ولهذا أصبح حالة من التلاحم والتكاتف ما بين الشعب الإيراني وما بين نظام الجمهورية الإسلامية في إيران فوجدنا الملايين تهبوا للدفاع عن النظام السياسي لأن هذا النظام السياسي يمثل ضمانة حقيقية لهوية الشعب الإيراني لثقافة الشعب الإيراني وقرأ الشعب الإيراني مع هذه الحالات الإسقاطات إنما تستهدف قيم الشعب الإيراني فالآن أعتقد الإعلام المعادي للنظام السياسي الإعلام المعادي للشعب الإيراني يشعر بحالة من التخبط حالة من الإحراج ولهذا أمريكا وأدواتها في المنطقة يشعرون بحالة من التراجع في مقابل انتصار الشعب الإيراني الذي دافع عن ثوابته من خلال هذه التظاهرات المليونية بالرغم من هذه التظاهرات الضخمة أستاذ سعيد عريقات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن اليوم قبل قليل ليس اليوم بوقت مبكر قال أن التظاهرات في إيران تعكس مدى رغبة الشعب بالحصول على الحرية والكرامة هو يقصد التظاهرات التي كانت قد خرجت قبل أيام أو التحركات التي كانت تهدف إلى نشر الفوضى وهذا لافت بالمقابل لم نسمع أي تصريح أمريكي مثلا عن هذه الحشود التي خرجت اليوم منذ اليوم الأول خرج أنتوني بلينكين ليتحدث بأننا سنساعد الشعب الإيراني على الوصول إلى الإنترنت خلال حديثه أيضا عن تلك الاحتجاجات كيف نفهم هذا تعاطي الأمريكي مع ما يحصل في الداخل الإيراني يعني عدم رؤية كل هذا المشهد الذي رأيناه قبل قليل والحديث عن تحركات حتى لو كانت بالعشرات على أنها تهدف إلى الحرية وتهدف رغبة الشعب بالكرامة كما يقول جيك سوليفن شكرا أخي عبد الرحمن تحية لك ولكل المشاهدين والمشاركين سؤال مهم جدا لكن حقيقة هو ليس مفاجئ الولايات المتحدة باستمرار تضخم من هؤلاء الذين يقولون أي شيء أو يفعلون أي شيء إن كان شرعيا أو غير شرعيا ضد دول وأنظمة تعتبرها مناوية أو تعتبرها عدوة وتضخم من ذلك وفي المقابل تغطي بالكامل ما قد يحدث في دول أخرى تدعمها الولايات المتحدة وتدعم غيها وتعلم طغيانها والآخرين خاصة بالنسبة للعدوب الإسرائيلي نحن نرى ذلك باستمرار الشعب الفلسطيني يهبه كل يوم دون أن نرى أي شيء في الإعلام الأمريكي أو الحديث عنه الولايات المتحدة باستمرار تعبر عن نفاقها الفاضح والسافر خذ مسألة التي قضت في مركز الشرطة الفتاة الإيرانية الأمينية التي تعاطف معها الشعب الإيراني كما ذكرت تعاطف معها رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان والكل وانظر ما فعلته الولايات المتحدة بالنسبة لصحفية فلسطينية أمريكية ويشيرنا بعقل لم تفعل شيئا أين أن الولايات المتحدة هبت وقالت سنفرض سنفرض عقوبات ونعمل كذا وإلى آخره تهديد ورعيد وإلى آخره بالنسبة لما حدث لهذه الفتاة وفي المقابل لا نرىهم يفعلون شيئا لاستهداف المواطنين في كثير من أماكن العالم والحقيقة أيضا هي أن هذا ما يجي هنا في الولايات المتحدة يعني نحن نرى أن هؤلاء الذين هنا بالعشرات يموتون بينما يحتجزون من قبل أجهزة الأمن الأمريكي أستاذ سعيد أيضا لافت بأن ما رفع في وجه النظام في إيران هذه المرة هو موضوع حرية المرأة وحاول البعض الدخول انتلاقا من هذا الموضوع اليوم مشاركة المرأة الإيرانية كانت كثيفة بشكل كبير مع هنا أيضا فقط أريد أن أعبر عن تحفظ لما ورد من قبل أستاذ جمعة العطواني ببعض العبارات أستاذ جمعة قبل قليل يعني اسمح لي أن أتحفظ على بعض التوصيفات التي ذكرها ولكن أستاذ سعيد برأيك هذه المقاربة الأمريكية ألا ترى أيضا هذا الوجود للمرأة الإيرانية في الشارع كما رأيناها اليوم الولايات المتحدة أنا أتكلم عن الآلة السياسية الحاكمة والآلة الإعلامية ستتجاهل أي شيء يعبر عن دعم المواطن الإيراني لحكومته ودولته كما تفعل في كثير من العالم هي فقط تريد أن تظهر أن هناك حالة من الغضب ضد تلك الدولة أو ذلك النظام هم يستغلون ما حدث في إيران على سبيل المثال وأنا واثق وأنا زرت طهران أكثر من مرة ولهبت إلى الجامعة وانتقيت الطلاب والطالبات فأنا لدي اتلاع وإن كان ذلك قبل سنوات يعني قبل حوالي 12 عام أو شيء سهل لكن أكيد هناك ربما الكثير من الإيرانيات الذين قد يردنا خلع الحجاب وهذا طبعا هذا أمر شخصي لكن ليست هذه القضية القضية بالنسبة للولايات المتحدة هي أن نزع الشرعية من أي دولة أو أي حكومة أو أي نظام يقول لها لا هذا نقطة تحت الصفر فكل ما يحدث هذا ما رأيناه عام 2009 عندما كان الانتخابات تذكر في إيران وهم يطبرون ويطبرون يعني أنا كإنسان خدم في العراق كمناطق بالنسبة للأمم المتحدة تعرفت حقيقة تعرفت على مجاهدي خلق وكان موجودين في المأسكر الذي تحميه الولايات المتحدة وكان هناك للأسف في أحد المواجهات مواجهة دموية وإلى آخر نحن نعلم أن الولايات المتحدة تحاول أن تستفيد من مجموعات كهذه كي تعيث فسادا في العراق مثلا أو في إيران وفي كل مكان فإذا هذا هو الهدف الهدف الأمريكي باستمرار هو زعزعة الأمور واستغلال أي حدث قد يكون صادقا قد يكون هناك احتياجات صادقة لكن سرعان ما تندس عملاء الولايات المتحدة وريطانيا ما سمعناه قبل يومين أو أقل على سبيل المثال من رونالد دومار وزير خارجية فرنسا السابق عن كيف الولايات المتحدة ولكن بالأساس بريطانيا خططت لزعزعة الاستباب في سوريا عبر هذه المضاعرات والآخر علما بأن هناك مظالم حقيقية عند الكثير من الناس وفي كل مكان في العالم بما فيه الولايات المتحدة وما فيه أي مكان في العالم فهي تحاول أن تدخل من هذه المداخل كي تستفيد وكي تخرب وكي تعيث الخراب وتزعزع النظام على كل حال التحركات المطلبية والمعيشية أمر طبيعي تفضل أستاذ سعيد بكلمة أخيرة هذا موقف الولايات المتحدة المعادة من إيران هو حقيقة ليس جديدا فهو بدأ عام 79 وفي تقديري سيستمر الطالما أن هناك جمهورية الإسلامية وكما ذكرت أستاذ سعيد موضوع التحركات المطلبية والمعيشية أمر عادي وطبيعي ضيوفنا مشاهدين عن تدخلات من الخارج ماذا في التدخلات الخارجية والأهداف الخفية لمحاولة زعزعة النظام في إيران ولماذا ردت إيران مستهدفة مجموعات مسلحة انفصالية تتخذ من كردستان العراق مقرا لها قراءة لأحمد عبدالله ليس مستغربا أن تخرج وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد تراجع حدة الاحتجاجات في إيران لتنع في احتواء التحركات فالولايات المتحدة وإسرائيل كشفت عن نفسيهما سريعا في الأحداث الأخيرة فيما صدفت بريطانيا وسائل أعلام وضعت على جدول برامجها الرئيسية التحريض على أعمال الشغب وعلى توسيع نطاق الاضطرابات في البلاد لذلك استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير بريطانيا في طهران وسفير الناروش كذلك ردا على تدخل رئيس البلمان النرويجي في شؤون الداخلية الإيرانية عقب الأحداث الأخيرة دول خليجية وغربية أخرى كان لها دور أيضا في هذه المؤامرات بعضها كان يدار من كردستان العراق لتحمل الضربات العسكرية التي وجهها حرس الثورة في إيران والتي استهدفت مواقع تابعة للمجموعات المسلحة المعارضة قرب الحدود الإيرانية في كردستان العراق لتحمل رسائل سياسية لا عسكرية فقط فطهران تنبهت سريعا للتدخلات الأمريكية والأوروبية في قضية الشابة الإيرانية وكانت حاسمة بموقفها بأن الدول التي لديها تاريخ طويل في إثارة الحروب والتعامل بعنف على صعيد العالم تفتقر إلى المشروعية لتقديم النصائح إلى الآخرين بشأن حقوق الإنسان وكان واضحا أن ازدواجية المعايير من جانب الدول الغربية في التعامل مع جرائم حلفائها ولسيما ما يمارس ضد الشعب الفلسطيني تعكس نفاق الغرب في التعامل مع الملفات الإنسانية مؤامرة تديرها أياد خارجية وهو ما استدعى التعامل معها على أنها تهديد للأمن القومي الإيرانية ربما أراد الأمريكي أن يستخدم ما يجري في إيران ورقة للضغط في ملف المفاوضات النووية لكنه مجددا فقدها من يده دكتور عماد أبشناس قيل الكثير عن تدخلات خارجية فيما حصل في إيران مؤخرا خاصة في موضوع إثارة الفوضى ومحاولات إثارة الفوضى ذكرت قبل قليل حضرتك دور سعودي البعض تحدث عن دور إماراتي آخر تحدث عن دور أمريكي حتى وإسرائيلي ماذا رصد طهران في هذا الإطار وكيف تمكنت من تحديد هذه الجهات أولا فقط أشكرك على إبداء التحفظ على العبارات التي استخدمها الأستاذ جامعة على الرغم من أن أعلم أنه استخدم هذه العبارات إحساسا منه لدعم الثورة والنظام ولكن أرفض هذه العبارات حتى ضد الذين هم ربما رأيهم يعارض رأيي أنا أيضا لا أقول حتى رأي الباقي الأمر ليس كذلك وهذه الصفات لا تشمل الإيرانيين والإيرانيات أما بالنسبة لما ذكرته أستاذ عبد الرحمن نعم اليوم المشكلة تكمل في أن هناك مخططات ضخمة يتم تمويلها من قبل الدول العربية في الخليج الفارسي أكثرها من قبل السعودية لربما أستطيع أن أقول تقوم بدعم تمويل هؤلاء المنظمات الإرهابية والولايات المتحدة وإسرائيل تقوم بإدارة هذه المنظمات يعني إن كان في أوروبا نرى في ألبانيا هذه المنظمات الإرهابية تم تأسيس قواعد ضخمة لها هناك أكثر من خمسة آلاف عنصر لمنظمة مجاد خلق الإرهابية يقبضون الرواتب ليلة نهارا هم يعملون على شبكات التواصل الاجتماعي لكي يعني يؤثر على الداخل الإيراني نفس الشيء اليوم نراه مثلا في لندن في الولايات المتحدة وسائل إعلام تابعة لهؤلاء يقبضون الراتب وبشكل رسمي يقبضون الرواتب من هؤلاء ويروجون للفتن والدعارة والأمور المختلفة التي ممكن أن تؤدي إلى تدمير داخل الشرع الإيراني إضافة إلى ذلك هم يمولون منظمات إرهابية إن كان في اليوم للأسف نرى في داخل كردستان العراق ونرى في أفغانستان هؤلاء يمولون هؤلاء الإرهابيين لكي يقوموا بعمليات إرهابية داخل إيران بالأمس رأيناهم قاموا بمهاجمة مدينة أشنوي على الحدود الإيرانية العراقية من داخل كردستان إيران دخلوا وسبب سبب استهداف مواقع هؤلاء في داخل إقليم كردستان كان لأنهم دخلوا إلى هذه المنطقة وحاولوا تجنيد الأكراد لكي يثوروا ضد النظام ورفض الأكراد في هذه المدينة التعاون معهم ورأيناهم قبل ذلك تم اعتقال البعض في مدينة كرمان تم الضفع لهم كي يقوموا بتدمير مقارات ومساجد وحرق مساجد وحرق القرآن لكي يثيروا الفتنة في هذه ليس هناك أي هدف آخر غير ذلك وبعد أن تم اعتقالهم في التحقيقات وجدوا أن بعض هؤلاء أصلاً ليسوا إيرانيين جاءوا من أفغانستان هم أعضاء داعش جاءوا من أفغانستان إلى إيران وكانت مهمة بعضهم مثلاً حرق صورة الشهيد سليماني لأن الرئيس الإيراني رفع هذه الصورة في الأمم المتحدة أعطوهم تعليمات أنهم فوراً رحوا إحرقوا هذه الصورة يعني شوفوا كيف يقومون بهذه العمليات لتخريب الداخل الإيراني طبعاً اليوم الشعب أبدأ موقفه ووقف ضد هؤلاء دكتور عماد عفواً ولو بإجاز باختصار ما تفضلت به هو معلومات رسمية أمنية إيرانية نعم نعم في هذه معلومات معلومات أنا أؤكدها وأنا حصلت عليها من عدة جهات يعني تنظيم داعش الإرهابي الممول من هذه الدول الخليجية العربية في الخليج الفارسي والمدرب من قبل إسرائيل والولايات المتحدة هم الذين أتوا إلى الداخل الإيراني حرقوا القرآن حرقوا المساجد قاموا بحرق صور الشهيد سليماني وحرق أو تدمير إذا ما أردنا الرموز التي ممكن أن تثير الإحساسات المعنوية في الداخل الإيراني ليصير الفتنة لكي يقوم البعض ضد المحتجين الذين أنا أقولها بصراحة بعض هؤلاء لربما بسبب الأوضاع الإقتصادية وبعض هؤلاء بسبب ما حصل لما سأميني نزلوا إلى الشرع ليبدو رأيهم ليس أكثر من ذلك يعني معظم هؤلاء أستطيع أن أقول لك 99% من هؤلاء ليس لديهم أي أهداف سياسية فقط أرادوا أن يعكسوا رأيهم بالنسبة لما حصل وبالنسبة لوضعهم الاقتصادي ليس أكثر من ذلك ولكن هؤلاء حاولوا استغلال الوضع سياسيا لتحريك الشارع ضد النظام الإيراني على كل حال أيضا خلال الأيام الماضية أستاذ جمع العطواني كان اللافت ما أعلنته القوة البرية في حرس الثورة بأنها استهدفت مجموعات كوملة في إقليم كردستان العراق وحذرت أيضا مما تقوم به هذه المجموعات الانفصالية التي وصفها بيان الحرس بأنها مجموعات إرهابية وطالبت أيضا سلطات الإقليم بتحمل المسؤولية أي دور لهذه المجموعات في محاولة زعزعة استقرار إيران وأي دور مطلوب اليوم من سلطات الإقليم خاصة بعد هذه الدعوة من حرس الثورة ابتداء نسأل عبد الرحمن دعني أرفع شبهة قد ربما حصلت وهو أنني شخصيا شاهدت بعض المراهقات في الفضاء وفي الجو وهي عارية بشكل كامل أستاذ جمعة بغض النظر عن هذا الموضوع هذا قد يدخل في إطار حريات شخصية نحن لا نريد أن نفصل كثيرا بهذه النقاط هناك اليوم كما تعلم المعركة استراتيجية وكبيرة فعلا لا أريد أن أدخل في هذه الجزئية لكن حتى أرفع شبهة حتى في داخل أمريكا وفي داخل الدول الراسخة في الديمقراطية لا يمكن أن تكون حالة العري حالة حرية شخصية فضلا عندما تكون هذه الحالة في دولة هي الدولة ربما الوحيدة في العالم التي تتخذ من الإسلام المحمدي الأصيل كقيم ثابتة فضلا عن ثوابت الشعب الإيراني وهويته وثقافته التي بالتأكيد ترفض مثل هكذا حالات لا أتحدث عن المتظاهرين ربما تعاطفوا مع التي توفيت ولا أتحدث عن المتظاهرين ربما طالبوا بقضية الحصار ومعاناتهم هذا أمر بالتأكيد يمثل حرية شخصية أتحدث عن حالات تمثل إسقاطات أمريكا تحاول أن تستغلها حتى تسوق للرأي العام بأنه هناك ثمت شعب رافض للإسلام وليس لنظام السياسي هذا أولا ثانيا فيما يتعلق بقضية وجود جماعات في أربيل هذا أمر أصبح من أوضح الواضحات لا نحتاج إلى دليل عندما قامت إيران بقصف وكر الموساد الإسرائيلي في داخل أربيل قبل بضعة أشهر قامت لجنة في البرلمان العراقي باستضافة وكيل وزير الخارجي العراقي قدم وكيل وزير الخارجي العراقي أكثر من ألفين وثيقة قدمها الجانب الإيراني إلى نظيره في وزارة الخارجية العراقية تثبت وتسجل عدد الخروقات التي قامت بها جماعات إرهابية تنطلق من داخل أربيل وتقوم بعمليات إرهابية في داخل الجمهورية الإسلامية في إيران وفي نفس الوقت قامت وزارة الخارجية العراقية بمخاطبة حكومة أقليم كردستان لكن حكومة أقليم كردستان لم تجب على سؤال واحد ولا على وثيقة واحدة هذا أمر بالتكيد أصبح لدى الحكومة العراقية وحتى للرئي العام العراقي فضلا عن الجانب الرسمي الإيراني بأن أربيل تحولت بالفعل إلى تل أبيب في داخل الأراضي العراقية أغلب العمليات الإرهابية التي تحصل في داخل إيران تتخذ من أربيل كمنطلق للقيام به هكذا عمليات وما حصل في عمليات التظاهرات الأخيرة بالتأكيد يأتي ضمن هذا السياق لماذا؟ مسعود برزاني أربيل على وجه التحديد يشعر بأن إيران واحدة من الدول التي قوضت عملية الانفصال أقليم كردستان عن الدولة العراقية حتى يدفع أربيل تدفع ضريبة ولائها لإسرائيل التي هي الدعم الأكبر لانفصال أقليم كردستان عن العراق ولأمريكا أيضا كدعم أكبر بالتأكيد لا بد أن تكون أربيل منطلق للاحتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران في هذه النقطة أستاذ سعيد عريقات كما تذكر قبل مدة ليست بالبعيدة زار مايكل كوريلا شرق سوريا اجتمع بمجموعات كردية تحديدا قصد وتوجه إلى مخيم الهول أيضا وكان متواجد هناك في ذلك الوقت كان هناك تقارير تتحدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تسعى إلى استغلال مجموعات كردية وحتى إلى إعادة تفعيل هل يمكن أيضا أنها تسعى لاستخدام ورقة مجموعات انفصالية إرهابية موجودة في إقليم كردستان لاستهداف أمن إيران تكون هذه الورقة البديلة اليوم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية خاصة أن هذه المجموعات بالفعل استهدفت قرى ومدن إيرانية كما تفضل دكتور عماد أبشناس قبل قليل بكل تأكيد أنا أعتقد أن إذا ما نظلنا وراجعنا التاريخ الكردي على سبيل المثال بكل موضوعية وبكل شفافية نجد أن الغرب باستمرار حاول أن يستغل المسألة الكردية أو المظالم الكردية حتى يكون مثل حصان ترواية في المنطقة لتقسيم العراق على سبيل المثال يعني ليس هناك جديدا بمساعي الغرب لتقسيم العراق منذ فترة طويلة جدا رئيسنا الحالي الرئيس جوبالي الرئيس الولايات المتحدة التي يقيم فيها أنا هو كان من أكبر دعاة تقسيم العراق وأن يكون هناك إقليم مستقل في كردستان ليس هناك جديدا للأسف أيضا أنا واثق عندما أقول أن الدستور العراقي الذي سنى عام 2005 واطلعت عليه كمسؤول في الأول المتحدة عندئذ بالأساس خلق حتى تقسم العراق وحتى يكون هناك إقليم مستقل في كردستان فليس هناك جديدا يعني البريطانيا يعني يمكن استخدام هذه الورقة بوجه إيران أهناك سعي لاستخدامها بوجه إيران أيضا مجموعات انفصالية كردية إيرانية بكل تأكيد بكل تأكيد أن الورقة الكردية هذا لا يعني أن الأقرار ليس لهم مظالم وليس لهم حقوق قوية جدا كجزء من المجتمعات التي يعيشون فيها قضية التقسيم على أساس إثني أو عرقي أو طائفي راخلي مرفوضة من الكل يجب أن يكون الحل ضمن الدولة التي يقيم فيها هذا الفد لكن أنا أقول أن الولايات المتحدة باستمرار ساعت وحاولت أن تخلق حالة انفصالية أنا مطل تماما على عبر 12 عاما من عام 91 وحتى عام 2003 عندما حدث الغزو الأمريكي للعراق كان هناك محاولة من الولايات المتحدة كي تفصل قليم الشمال أو كردستان عبر ما يسمى بـ نوفلاي زون أو منطقة العزل الجوي فإذن هناك الكثير من التفاصيل التي تشير أن الولايات المتحدة تحاول من أجل أهدافها دائما استغلال المسألة العرقية والمسألة الإثنية ووضع سفين وخوار واستخدامها كحسان ترواض ويكون فيها هناك انقسامات وتنزيع المجزة وإلى آخرين وحقيقة في نهاية البطافية قدمة من استراتيجيتها في المنطقة بما في ذلك الحفاظ على دولة الكيان الصهيوني على كل حال سنكمل معكم ضيوفنا هذا النقاش فيما يخص هذه التحركات الضخمة لمحاولات نشر الفوضى ولكن بعد فاصل قصير المشاهدين أبقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين العزاء إلى المسائية من اللافت أن اندلاع الاحتجاجات في إيران جاء بعد أيام على رفضها للشروط الأمريكية في المفاوضات النووية واللافت أيضا هو عودة الرسائل الأمريكية الإيجابية في هذا الملف بالتزامن مع فشل هذه الاحتجاجات فبموازات ما يحدث في إيران يكشف وزير الخارجية الإيراني من نيويورك عن تلقي رسائل أمريكية بشأن رغبتهم في التوصل إلى اتفاق نووي جديد موضحا أن رد تهران هو أن إحياء الاتفاق النووي مرهون بحسن نية من جانب واشنطن بموازات ذلك أيضا وفد إيراني برئاسة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يلتقي اليوم في فيينا بمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي وكما هو معروف فأن طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق ببعض المنشآت النووية كانت السبب في فشل المفاوضات النووية وهنا نسأل هل تفضي اجتماعات فيينا بين الوفدين الإيراني للطاقة الذرية ومدير الوكالة الدولية إلى حل وربما إلى فتح الطريق أمام عودة المفاوضات النووية هنا أنتقل إليك دكتور عماد أبشناس لأسألك عن هذه النقطة تحديدا هل حاولت واشنطن ربما الاستفادة من هذه المحاولات نشر الفوضى في إيران للضغط باتجاه أن تقدم تهران تنازلات ما في إطار الملف النووي وبعد مشهد اليوم هل يمكن القول أن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عن مثل هكذا محاولات في الواقع كما جاء في تقريركم أيضا الولايات المتحدة تسعى دوما لإثارة الفوضى في الداخل الإيراني الهدف من وضع العقوبات عموما كان إثارة الفوضى في الشرع الإيراني والضغط على النظام الإيراني منذ البداية أهداف العقوبات هي أو قلب النظام أو الفرض على النظام أن يتراجع عن مواقفه و منذ أن وضع ترامب العقوبات القسوة التي أسماها يعني هناك عموما الاقتصاديين يقولون هناك فترة طول عمر لهذه العقوبات طول عمر هذه العقوبات كحد أقصى هو عامين وهذه العامين انتهت هم وجدوا أن هذه العقوبات لن تفيد بشيء ومنذ مدة غرف الفكر أو مراكز الدراسات الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية كانت تعمل دوما على أن تجد ثغرات يمكن من خلالها أن تدخل أو نافذة كي تدخل من خلالها إلى الداخل الإيراني وتضغط على الداخل الإيراني وهم وجدوا الاقتصاد وموضوع الحجاب أنهم ممكن أن يدخلوا من هذه الثقارات وهم يعملون على هذه الثقار هذا الموضوع منذ مدة طويلة الموضوع الذي نراه اليوم في الشارع هو ليس بشيء جديد هم بدأوا يعملون عليه وتحريد بعض النساء كي يقفوا أمام بعض النساء الأخريات لربما إذا تابعتم الأخبار خلال الستة أو سبعة أشهر الماضية لا أريد أن أعود إلى فترة حتى أطول ترى أنه خلال الفترة الأخيرة كان هناك تصادمات بين النساء محجبات ونساء يرفضن الحجاب وكان وكانت وكانت غرف الفكر في أوروبا التابعة لهذه المنازوات تضغط أو تروج للشرع الإيراني أو تحرد النساء كي يقومون بالتصادم فيما بينهم البعض وهذه السياسة اليوم وصلت لربما أستطيع أن أقول لك إلى ما كانوا يصبون إليه وتفجر الشرع الإيراني وهم أرادوا أن يستغلوا هذا سياسيا في المفاوضات لربما يستطيعون أن يأخذوا انتيازات من إيران ولكن بعد أن عكس الشرع الإيراني موقفه نزل الشعب الإيراني وسيطرت الحكومة على الوضع في البلاد عدم خروج الوضع عن السيطرة أعطى موقفا أقوى لإيران في هذه المفاوضات إضافة إلا أنه منذ تقريبا أستطيع أن أقول لك منذ ثلاثة أسابيع كان هناك موضوع مطروح يعني الأوروبيين عمليا دخلوا على الخط حاولوا إيجاد سيغة وكانت هناك قطر وعمان أيضا دخلوا على الخط وكانوا يحاولون أن يجدوا سيغة لحلحلة هذا الخلاف بين إيران والمنظمة الدولية للطاقة الذرية وأتصور أنه في هذا يعني هناك أمل بأنه في هذا اللقاء الذي سوف يجري بين إسلامي وغروسي ممكن أن يتم التفاهم على السيغة لحل هذه العقدة وتبقى العقدة الأساسية هي عقدة الضمانات التي يجب الولايات المتحدة أن تقدمها وهي لحد الآن تتهرب منها بالفعل وهذه كانت النقطة الرئيسية في موضوع الخلافات أستاذ جمع البعض يقول أن الولايات المتحدة دائما ما تضغط على إيران في ملف المفاوضات أو تحاول أن تضغط على إيران من أجل أن تتفاوض معها على قضايا المنطقة وإيران ترفض في هذا الإطار في ظل فشل أيضا محاولات استهداف إيران بالمباشر هل يمكن أن تسعى الولايات المتحدة أو نشاهد محاولات للضغط على حلفاء إيران إن كان في العراق في لبنان ربما خاصة أن حديث في هذه الأيام يكثر عن تشرين وما يمكن أن يحصل في تشرين ربما من تحركات على الأرض أغلب أدوات الضغط الأمريكي انتهت وثبت فشلها خلال العقد الماضي وخلال السنوات الأخيرة أمريكا لم تألو جهدا من أجل الضغط على الداخل الإيراني حتى تجبر المفاوض الإيراني للرزوق إلى الإرادة الأمريكية الآن المعادلة تغيرت بالنسبة 180 درجة الآن المفاوض الإيراني هو الذي يملي على نظيره الأمريكي أو على دول أربع زائد واحد لأنه كل أدوات الضغط انتهت حصار اقتصادي لم تفلح أمريكا في أن تجعل إيران تغير أو تتنازل من ثوابتها وكذلك عمليات إرهابية قامت بها لعلماء نوويين وفضلا عن محاولة تأجيج الشارع وهكذا وصلنا إلى مرحلة التظاهرات الأخيرة فضلا عن دخول الحرب في أوكرانيا عامل مهم وأساسي ساعد المفاوض الآن أزمة اقتصادية في داخل أوروبا إيران ذهبت باتجاه مجموعة شانقهاي وهذا يمثل متنفس كبير لإيران إذن هناك ثمت كتلة اقتصادية كبيرة إيران أصبحت جزء أساسي منها فلا يوجد ثم تضاغط آخر يمكن أن يجعل إيران تغير من ثوابتها أو تتنازل عن ثوابتها حتى قضية تشرين وغير تشرين في العراق الآن أصبح لدى الرئيل العام العراقي قناعة تامة بأن ما حصل في عام 2019 لا يمكن أن يتكرر لأن هناك ثمت مأساة كبيرة تؤثر على الاقتصاد العراقي وعلى استقرار الدولة العراقية ولهذا أعتقد الآن ليس أمام أمريكا إلا أن تقبل مرغمة على الشروط التي أمتها إيران وفيها محافظة على اقتصاد إيران وعلى استقلالها وعلى إرادتها بعد هذا اليوم أستاذ سعيد عريقات الذي قال فيه الشعب الإيراني كلمته هل إيران ستعود أقوى في حال عودة هذه المفاوضات واللقاءات التي حصلت بين محمد إسلامي ورفيالي جروسي وبالتالي هناك تحسين في الوضعية الإيرانية وواشنطن ممكن أن تذهب باتجاه اتفاق وتحسين النوايا كما ذكر أمير عبداللهيان أنا أعتقد أن كون إيران تمكنت من الصمود كما ذكر زميلي من طهران في وجه العقوبات القصوى التي فرضتها الولايات المتحدة كآخر ما في جعبتها من أسلحة كي تركع إيران فشلت تماما وعندما ترى الولايات المتحدة أن هذه الدولة وهذا النظام السياسي يحظى بتأييد شعبي وجماهيري يستطيع ليس فقط من خلال ظهار دعمه للدولة الإيرانية والجمهورية الإسلامية ليس فقط من خلال ذلك وإن قدرته على تجاوز العقوبات وأن يكون مبتكرا وأن يتجاوز كل هذه الأمور وأن يكون مبتكرا أيضا بالحصول على حلفاء آخرين فهناك كثير من الحلفاء وأسواق أخرى للطاقة الإيرانية أعتقد أن ذلك محفزا لأولئة المتحدة خاصة ضمن هذه الأزمة التي نعيشها حاليا في الطاقة هناك محفزا كبيرا أن تعود إلى التفاوض علينا أن تذكر أن الولايات المتحدة خرجت من الاتفاق سمته هو الأفضل قالت أنه لا يمكن الحصول على أفضل من ذلك عام 2015 ونحن غطيناه عن كثب وبالتالي إذا كانت هي تقول أنه ليس هناك أفضل من ذلك إذن لماذا هذه المراوغة فقط لرضاء إسرائيل ليس أكثر في تقديري أن هناك أيضا عامل انتخابي قد يكون جزء من عملية التردد والتأخر وإلى آخره سواء هنا فيها الولايات المتحدة لكن بالأساس في إسرائيل التي تجري انتخاباتها في الأول منتشرين المقبل وتحاول الولايات المتحدة أطاع لبيد في تقديري مخطئة تحاول أن تعطيه دفعة وأن تقول له أننا لن نتحدث في هذا الانتفاق لكن في المقابل المؤسسات الأساسية هنا في هذه العاصمة الأمريكية كلها تدفع باتجاه العودة إلى الاتفاق شكرا جزيلا لك الخبير في شون الأمريكية الأستاذ سعيد عريقات كنت معنا من واشنطن شكرا لك أيضا رئيس مركز أفق للتحليل السياسي أستاذ جمع العطواني كنت معنا من بغداد وشكرا جزيلا لك أيضا رئيس تحليل صحيفة إيران ديبلوماتيكا الدكتور عماد أبشناس كنت معنا من طهران وشكرا دائم لكم مشاهدين على المتابعة دائما للمزيد الميدين دوتنات باللغات الثلاثة العربية الإنجليزية والإسبانية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة